هذا هو طائر السمان هذا الطائر الذي بدأت الكثير من المجتمعات تتجه لتناول لحومه نظرا لفوائدها العظيمة بل إن بعض الدول قررت أن تنتج هذا الطائر وتغذيه بشكل جيد نظرا لخصائصه الطبيعية التي تتوافق مع الأغراض الصحية التي يبحث عنها البشر يعيش هذا الطائر في حقول البراري في كل من شرق آسيا وروسيا وبعض أجزاء من أفريقيا ومن السهل العثور عليه في أراضي المحاصيل الزراعية والحقول العشبية والمروج يتغذى بشكل رئيسي على بذور الحشائش وبعض أنواع الحشرات الصغيرة ويتميز عن غيره من الطيور بشكل أذهل كل خبراء التغذية العلاجية أسئلة كثيرة تطرح حول هذا الطير هل يمكن تناول لحمه وما هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها عندما تضيف هذا الطائر إلى نظامك الغذائي هل هو مفيد للرجال والنساء وما هو طعمه وهل هو صحي وكيف يؤكل وماذا عن بيضه الذي أكدت أحدث الدراسات العلمية أن له فوائد عظيمة وربما يمتاز عن البيض الذي اعتاد الناس عن تناوله وثمت من يقول أنه ذكر في القرآن الكريم وسنحاول في هذا الفيديو أن نجيب عن هذه التساؤلات الدقيقة أولا ما هي فوائد أكل لحم السمان يحتوي لحم طير السمان على دهون بسيطة وقليلة بالمقارنة مع الطيور الأخرى مما يؤكد على أن لحمه قليل الكوليسترول لذلك فهو مناسب لمرضى القلب ولمن يريد أن يقي نفسه من هذه الأمراض المتعلقة بالكوليسترول كما أن لحمه يتميز بنعومته كون أن نسيج عضلاته ناعمة ولا يوجد بها ألياف في النسيج اللحمي وذلك يعمل على تسهيل عملية المضغ والهضم في المعدة بالإضافة إلى أن طعمه مستساغ يتميز اللحم بتوزيع الحبيبات الدهنية المتواجدة بين ألياف النسيج اللحمي وذلك يجعل طعم اللحم جيدا ويجعله طريا لحم السمان يمتاز بطعم ومذاق مميز نتيجة طراوة ونعومة اللحم كما يحتوي لحم صدر طائر السمان على أنواع من البروتينات والدهون ويحتوي على عناصر غذائية وصحية مفيدة لجسم الإنسان منها الكالسيوم والحديد والفوسفور والزنك وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين بي وفيتامين سي ماذا عن بيض السمان يستخدم في أغلب الأطباق التي يدخل بصناعتها البيض فيضفي على هذه الأطباق مذاقا رائعا وشبيه بمذاق البيض البلدي العضوي ويعد من أفضل أنواع بيض الطيور حيث أن نسبة الصفاري به تزيد عن البيض بالمقارنة مع بيض الطيور الأخرى بالإضافة إلى أنه أغنى بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية وفي بعض المجتمعات يؤمنون أن بيض السمان يستخدم لفتح الشهية حيث يقدم مع الأطباق مسلوقا ويزين بعدد من البهارات ويوجد العديد من تدرجات الألوان في البيض حيث تجد الأزرق والبن الداكن أو الأبيض أو الأبيض المنقط بالأزرق أو الأسود وذلك بسبب احتوائها على صبغات طبيعية حيث تترسب هذه الصبغات على القشر قبل عملية وضع البيض هل صحيح أن هذا الطائر ذكر في القرآن الكريم؟ ثم تمن يقول أن السلوى هو الطائر المعروف بالسمان وهو صغير الحجم والوحيد من رتبة الدجاجيات الذي له المقدرة على الطيران والهجرة ويقضي الصيف في أوروبا والشتاء في أفريقيا قالت عنه موسوعة الحيوان الإلكترونية إنه نادرا ما يراه الناس وتشبه الأنثى الذكر في الحجم ويطير لمسافات طويلة ويعيش في أوروبا وآسيا وورد في لسان العرب لابن منظور أن السمان جنس من الطير أكبر من العصفور وجاء ذكر السلوى السمان في ثلاث آيات بالقرآن الكريم في قوله تعالى وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى جانب ذكره في آيات أخرى وهكذا يبدو من الآيات أن ذكر السلوى في القرآن الكريم جاء عند تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وأكد سبحانه وتعالى أنه من طيبات الرزق ما هو طعم لحم السمان يمتاز لحم السمان بالنعومة حيث أن نسيج العضلات يعتبر من النوع الناعم حيث لا توجد ألياف في نسيج اللحم مما يجعله سهل المضغ والاستساغة ماذا عن فوائد بيض السمان للأطفال والنساء والرجال تثبت العديد من الدراسات العلمية أنه بالمقارنة بين بيض السمان وبيض الدجاج نجد أن بيض السمان يحتوي على فوائد أعلى من بيض الدجاج وبيض السمان له القدرة بخصائصه الفريدة على تعزيز البروتينات في جسم الإنسان كما أن له دور مهم جدا على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها حيث يحتوي على مجموعة الفيتامينات بي وهذا مهم لمن يعاني من مشاكل في الجهاز العصبي كما تعمل هذه المعادن والفيتامينات على محاربة الشوارد الحرة في الجسم وشتان بين من يتناول هذا البيض العضوي والبيض الذي ينتج في المزارع وتتغذى الطيور فيها على الأعلاف المصنعة والمهرمنة كما أن بيض السمان العضوي يحتوي على أحماض أمينية تعمل كمضادات حساسية قوية طبيعية تحارب أعراض الحساسية التي تصاحبها مثل الاحتقان والالتهابات كما يعمل فيتامين ألف على تحسين الرؤية ومساعدة بعض الأعضاء في تعزيز عملها مثل القلب والكلا كما أن بيض السمان مصدر جيد للطاقة حيث يمد الجسم بالحيوية والنشاط لاحتوائه على العديد من البروتينات والعناصر الغذائية ويحفز تناول بيض السمان على عملية الأيض في الجسم لأنه يحتوي على فيتامين بي بوفرة كما يحسن من العمليات الحيوية في جسم الإنسان مقارنة بسيطة بين بيض الدجاج والسمان نجد أن بيض السمان يحتوي على ضعف كمية الحديد في بيض الفراخ أعلى بنسبة 30% بالنسبة لفيتامين بي 12 وأعلى بشكل عام في كمية البروتينات والدهون الصحية ولكنه أقل في مركب الكولاين كيف يؤكل بيض السمان؟ يمكن أكل بيض السمان مسلوقا مثل بيض الدجاج العادي عن طريق وضعه في ماء مغلي على النار لمدة 10 دقائق حتى يسلق جيدا ثم يوضع في ماء بارد ويقشر ويتبل بملح الهملايا والفلفل الأسود ويؤكل هل بيض السمان مفيد للعظام؟ يحتوي بيض السمان على نسبة مثالية من الكالسيوم والأحماض الأمينية التي تعمل على تحفيز كثافة العظام وقوتها ويجعلها أقل قابلية للكسر ويزيد من صلابتها ولذلك يعتبر بيض السمان من المأكولات الطبيعية المفيدة لمن يعاني من مشاكل في المفاصل والعظام فكيف إذا جمعنا هذا البيض بخصائصه الطبيعية الفريدة مع بذور السمسم الخام وتم تناول هذه الوجبة في المساء حيث يتم امتصاص الكالسيوم في مجرى الدم بشكل أفضل وأخيرا هذا النوع من الطيور المعروفة بمذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية يفضله كثير من الأشخاص حول العالم وتتنافس الدول من أجل إنتاج هذا النوع من الطيور كما أن تناول لحمه وبيضه له العديد من الفوائض الصحية ويكفيك أن تعرف أنه يحتوي على نسب رائع من البروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم وهو بالتأكيد أفضل من تناول الدجاج اللاحم الذي يتربى في المزارع والذي يتغذى على الأعلاف التي يضاف إليها المواد الكيميائية التي تعمل على تسمينه في وقت قياسي وعندما تتناول هذا الطائر فالأفضل أن تتناول طائر السمان البري إن توفرت الفرصة للحصول عليه أخبرونا عن تجاربكم مع طائر السمان وكيف تفضلون تناوله